ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أما قوله صلى الله عليه وسلم ذات جمال فالدليل فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها سرت فإن سرور الرجل بالنظر إلى المرأة يكون أول ما يكون بجمال وجهها وجمال هيئتها فهذا دليل في عمومه على طلب ذات الجمال ولأن المقصود من النكاح إعفاف النفس فإذا أخذ المرأة إمرأة ليست جميلة جدا قد لا يكون فيها إحصان لنفسه والإمام أحمد بن حنبل روي عنه أنه قال ينبغي للرجل إذا أراد أن يتزوج أن يسأل عن جمال المرأة فإن أعجبه سأل عن دينها فإن أعجبه قبلها وإن لم يعجبه ردها فيقون قبوله ورده لماذا للدين والشباب اليوم يعكسه يسأل أول شيء عن الدين فإذا قالوا له جميلة وإذا قالوا له ذات دين والصلي والصوم وكذا وكذا سأل عن جمالها قالوا له والله نص ونص تركها فسأل قبوله ورده على إيش على الجمال لا الإمام أحمد كان يعلم الناس أن المسألة لست هكذا أسأل عن الجمال فإن الجمال مطلوب أسأل عن الجمال فإن أعجبت جمالها أسأل عن دينها فإن أعجبت دينها أخذتها وإن لم يعجبت دينها رددتها فتكون قبلتها من أجل الدين ورددتها من أجل الدين واضح وهذا يدل من الإمام أحمد أن الجمال شيء مطلوب والفطرة تريده والفطرة تريده لكن أنبه هنا تنبيهات التنبيه الأول أن الجمال الزائد قد يكون معيقا للفتى عن عبادته وعن عمله وعن حياته يشغله وهذا هو محمل ما ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو عن عمر من الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أحد ولده أن يطلق زوجه قالوا لأنها أشغلت بجمالها قال الولد معصر يبيض جنب أبي ما يبغي يروح لا يمي ما يبيض جنب إيش يبغى فلما رأى الأب حال الولد أمره بطلاقه ليش لأنه خشي على دين ولده منها منها لأنها جميلة جمال أشغلت وهذا يفيد أنه ليس المطلوب بالجمال من نفياحة بالغ خاصة نحن اليوم يا شباب في هذا العصر الذي كثرت فيه القنوات التي تعرض الفتيات يعني ذوات الصور المليحة فإن الشاب يضع في نفسه صورة من هذه الصور ويبحث عنها يريد امرأة مثلها هذا خطأ وهذا ما ينبغي الذي ينبغي للشاب أن يطلب امرأة مليحة جيدة يعني جميلة ليست دميمة ولا قبيحة ولا عوراء ولا شوهاء امرأة وهذه نقطة يعني مهم أن الإنسان ينتبه لها فليس مقصود العلماء حينما يذكرون الجمال أن يأتي بذلك أن يطلب المرء ذاك الجمال الذي يشغل أو ذاك الجمال الذي يفتتم به الإنسان عن عبادته النقطة الثانية أنبه عليها في موضوع الجمال الذين جربوا وعرفوا حال النساء يقول والله بالعشرة وحسن المعاملة كل شيء تغير كيف يقول أنا تزوجت امرأة ذات جمال شديد لكن لما عاشرتها ورأيتها مغرورة ومتكبرة ولا تحسن عمل البيت ولا تحسن التعامل معي ولا أسمع منها من الكلام ما يعجبني سرت أكرهها سرت لما أراها بجمالها أكره يقولوا ما شعرت باللدة الزواج وباللدة يعني السعادة الزوجية وباللدة أني زوج وهذه زوجة إلا لما طلقتها ولذي زوجت امرأة ثانية أقل جمالا منها بل تكون فكاد تكون في المستوى العادي شعرت بالراحة والسكون الذي ذكره القرآن في العلاقة بين الرجل وزوجته إذن النقطة الثانية أريد أن أنبه عليها أن الجمال الحقيقي الجمال الحقيقي هو جمال المعاملة جمال الأخلاق جمال حسن استباعل بين المرأة وبين زوجها والإنسان إذا أخذ امرأة جمالها عادي فإن ذلك حري بإذن الله مع حسن خلقها وحسن تباعلها أنه إذا نظر إليها سرت هذا الرجل الذي كان عنده امرأة جميلة يقول بعد فترة سرت لما أنظر إليها أشعر بقهر وبغير ما تريحني ما أني مرتاح فجمال الحقيقي الذي ينبغي للإنسان يبحث عنه جمال الأخلاق والدين مع الأمر العادي لا يفالغ ولا يغتر بالصور التي يراها ويقلب من النساء على هذه الصورة فإن هذا خلاف الشرع بل كان بعض السلف يأمر ولده أن يطلق المرأة من أجل أنه رأى الولد انشغل بجمالها إذا انشغل بجمالها خلاص ما عجب غروح يشتغل ما عجب أخرجي جاهد وقت الجهاد ما عجب إيش يبغى الأب بمثل هذه المرأة لولده في أمره بطلاقه لأنها أشغلتها لأنها أشغلتها واضح فإذن نقول المقصود بالجمال الجمال العادي أي بمعنى أن المرأة عيوب وإذا كانت المرأة جميلة في جسدها أو في وجهها فإنها بسوء معاملتها تنسر الرجل منه ثم تنبه للنقطة الثالثة أن الجمال الباقي في الإنسان ما هو هل هو جمال التقاطيع وجمال الوجه ولا جمال الأخلاق وحسن التعامل هذا هو الباقي جمال الأخلاق وحسن التعامل فالمرأة ينبغي أن تكون منتبها لهذه الأمور فيها أن تنتبه لهذه الأمور فيها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم ترجمة نانسي قنقر